كابتن بلال مبروك، فوز متوقع ومطلوب، وكان مهم جداً النهاردة من نادي الأهلي، نادي الأهلي زي ما قلنا في البداية، مبارياته كلها مباريات كؤوس. حيث، ثلاثة نقاط مهمين جداً لكابتن أيمن في صراع الحصول على بطولة الدورة العالية. أنت بتلعب الماتشات بتاعتك المؤجلة كلها أو الماتشات المتتالية اللي وارب عضاها علشان ما تفقدش نقطة. لأن خد بالك أنت من كوارث الدور العام أن يبقى لك سبعة أمماتشات بينك وبين اللي ترتيبه الأول، وبينك وبين بيراملز. دي من كوارث الدور العام لبتحط ضغط عليك رهيب جداً جداً في كل موراة بتلعبها. ضغط زهن جامد جداً، ضغط بدن جامد جداً، عايز تكسب المباريات، وعايز تريح، وعايز تلعب كويس، وعايز تأدي، وعايز ما تصابش بالإجهاد، وعايز ما تصابش بالإصابات. عندك حاجات كتيرة جداً بتضغط عليك في فترات المؤجلات، موضوع في غاية الصعوبة، أخذ بالك، في غاية الصعوبة. نهاردة فقط لعيب، وارد المباراة اللي جاية تفقد لعيب تاني، المباراة النهاردة يوم الثلاث، تمام؟ المباراة اللي جاية يوم الجمعة، تلعب حربة وفليس، تلعب مباراة جمعة، معلش؟ فضل، علشان في واحد يعني بعاتلي، فبيقول انت كل مرة عملت وقول انت والكباتن، ماتش صعب، ضغط جامد على اللعيبة، اللعيبة شوفوا الإجهاد، شوفوا الماتشات اللي وراء بعض، قال لي زي ما تكون انت بتكلم مثلاً على عمار ترحيل، يعني فانا حاولت بس نقل له وجهة نظري وجهة نظركم ان الفترة دي ازاي صعب، هو مش مختنع، هو مش مختنع، بس احنا عايزين نفهمه ازاي الفترة دي فعلاً صعبة على النادي الاهلي، خد بالك يا صعب على كل فريب، ده نهاية موسيق، خد بالك صعب على كل فريب في موقف النادي الاهلي، اولاً صعبة من ناحية نفسية، تمام؟ ازاي من احنا نفسية؟ يعني انا النهاردة معلش، اه انا النهاردة معلش انا بيني وبين اللي لعب مبارايته متتالية وربعضها في جدول ترتيب منتظم غير الجدول بتاعي انا، بينه وبينه سبعة تمام مبارايت، صح؟ نظبوط، هو راجل بيكسب ماشي عادي، يخسر يكسب ماشي عادي، فاصبح الفرق انت بتتكلم في حوالي عشرين نقطة مثلاً يعني عشرين نقطة، طيب ما انا بلعب تحت ضغوط غير عادية تمام؟ في المواجلات بتاعتي، ليه؟ لان كل ماتش خايف على النقطة، كل ماتش المدير الفني خايف اللعيبة تتصاب، كل ماتش اللعيبة في الملعب عايزة تبزل اقصى مجوده في نفس الوقت عنده عارف انه عنده ماتش بعد ثلاثة يام، فعارف هو ايه؟ مش قادر، تمام؟ كل مباراة ممكن اللعيبة يتصاب عندك، تمام؟ كل ماتش بالنسبة لك انت بتعتبر مباراة كاس، هل انت في المباراة اللي زي دي مطالب منك انك يبقى عندك اداء فني مية في المية؟ لا استحالة طبعاً، انا لو مدير فني مش هقول لعيبة قدوا قدوا مية في المية في المباراة، انا هنظم الاداء داخل الملعب اثناء المباراة، فيبان في الملعب ان المباراة مش حلوة فنية، تمام؟ انا كمدير فني ممكن مستمتعش بالماتش بتاعتي، لو احنا بنوهين على الكلام ده، لكن بدور، بس خدلك، بس بدور على المكسب، يعني الاهلي عمل ايه النهاردة كده؟ الاهلي فضل ضغط حد ما سجل الهدف، صح؟ بعد ما سجل الهدف، صح كده؟ عملت فريزنج للجيب، واخد بالك، ولو جبت الجول قبلها بعشر دقايق كمان هتعمل نفس اللي عملته بعد ما سجلت الهدف في دقيقة حولي ثمانين او حاجة وسبعين، ودي طبيعة المباراة المخنوقة اللي زي دي، دي طبيعة المباراة المتتالية اللي زي دي، لان انا كمدير فني مقدرش اضحب بتيم كامل، وقدر اضحب دور عام، علشان في سبيل المباراة واحد علعبها بشكل فني، وأداء فني رائع، لا، انا هنظم كل مباراة بالعب فيها، يعني انا النهاردة لانا انا النهاردة بقول لي، لو انا مجيب فانا انا اقول لي عيب تقيه، لازم في بداية المباراة تضغط جمد جدا، تمام؟ نسجل هدف يبتدي ننظم الأداء بتاعنا، كل خمس ست دقايق مثلا تعمل هاجمة، تستحوذ بشكل كوي، حتى الاستحواز مفترض انه يكون في وقت من القوات استحواز تلبي، زي ما حصل مع النادي الآلي كده في الشوط، انا مش عايز ان يتحول القبر ان انت تدافع، لا، انا بتكلم على طريقة اللعبة كابتش ريف، يعني انا ممكن اجي في وقت من القوات يبقى عندي باس 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 بعمل 20-30-40 باس، مش بالضرورة ان انا اروح واجري واروح واوز وحاول اجيب التاني، انا حاول ان تجيب التاني في الاجواء الطبعية بتاعة الدور العام، بلاي الفترة اول شوط قلنا احنا احنا محتاجين ايه؟ نسجل، محتاجين نسجل هدف، ازاي؟ تمام؟ نحن نخش جوه 18 ونعمل عرضيات احنا جبنا الجول، جبنا الجول من عرضي؟ صح؟ من هي ايه؟ عرضي؟ فردية، صح؟ من حسين الشحات، صح؟ امروغة، عرضية، زيادة عددية في الهدف، صحيح، مش زيادة، تحرك جاية كبير، اه تحرك جاية، اه تحرك جاية كمان جواة تمنتج